السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات أم هيتم اليوم إن شاء الله رحمة الرحيم وكيف مطلبتو بزاف التعليق نشارك معكم وصفات واقتراحات صيفية اللي ممكن تحضروا هكا كواجبات للغداء ولعشاء تكون خفيفة هكا سهلة في التحضير واقتصادية في نفس الوقت فاليوم غدي نشارك معكم واجبة دي الغداء كاملة متكاملة مع اقتراح المائدة دي القوتيك غدي نشارك معكم اليوم وحطاجين بالخضراء والكفتاق يعني اقتصادي عشر الدرام دي القفتاق غدي تصيبوا طاجين هكا الأسرة ديالكم كاملة مع طبق صيفي هكا ديال السلطة وعسر كذلك اللي منعيش واقتصادي مع مادلين اللي كيجيو خفافين بزاف كيجيو خفافين ريشة غدي تجربوهم غدي تحمقوا عليهم فمنطولش عليكم وعلى بركة الله ندامعكم هنا بتحضير ديال المادلين أولا ديال كوبكيك وغدي ناخد هنا جوجيو حباس ديال البيض اللي من الأفضل يكونوا هكا بدرجة حرارة الغرفة غدي نضيف الليهم كيف لعادة القبيصة ديال الملحة غدي نضيف الصاشي ديال الفانيلا وغدي نضيف هنا يا كأس ديال السكر حبيبات أو ما يعادل 150 جرام هنا أنا غدي نطربوهم بالطرب الكهربائي اللي ماشي طروري يعني را ممكن ديروات شي كامل في الخلط الكهربائي ديالكم ديال العسر اطحنوا مزيان غير ما تخلطوش بالخلط وغدي نضيف لهم كأس الى ربع ديال زيت نباتية ميو عادي 120 ميلي لتر وغدي نضيف لهم كذلك هنا كأس ديال حليب ميو عادي نضيف صورة عمون خفضة يعني وفي صافي ونخلط كل شي ونحيط الخلط ديالي ومن بعد غدي نضيف القشرة ديال الحامض كتجي زوينة هدو في الماضلين او في الكابكيك سراحة كتجي فيهم النكهة الحامض جربوها وان ما كتجي بكمش فكسة فيه النكهة ديال الفانيلا فحكيت ان هنا القشرات ديال واحد الحامضة من طبيع الحامضة بعد ما قصلتها كيفشتو معايا هذه نغرب اللي هنا يا ميتين وخمسين جرام ديالدقيقة ولا جوج كوس ونسب ديالدقيق مع جوج اكيز ديال الخميرة الحلويات أو ما يعادي 16 جرام هذه نخلط بشكل عادي جدا هناك كيف مكتلكم حينت يعني طررت بطرر كهربائي مش ضروري ان نخلطوا الدقيقة ديالنا بطريقة اللي بحليك نخلطوا الجنوات يعني اتخلطوا بطريقة عادية غير نسجم لنا الدقيقة مع الخليط وما تكترش من الخلط بطبيع كل حال هنا غادي ناخد ذاك الحامضة اللي خدينا القشر ديالها غادي ناخد نصف حامضة وغادي نعصرها تقريبا جوج مع القنايات ديال العساد ديال الحامض هنا سواء ندرتوا الكيك ديالكم برنك هاتي الحامض او لا يعني غير بالفانيلا عصروا هنا في الاخير هكا واحد نسب حامضة او لا تديروا واحد معلقة كبيرة ديال الخل باش لكي الماضلين ديالكم عفون والكيك ديالكم بصفة عامة يجيكم خفيفوا منهوي صافي اول خليط ديالنا واجد انا كيف مكتلكم غادي نديروا هكا بشكل ديال ماضلين فغادي ناخد هاد القالب ديالي كيف كتشوفوا غادي ندير وغادي نعمر بهذا الشكل هذا القوالب ديالي هنا هنا بنسبة للطيب ديالهم فإلا كنتو غادي تطيبو من فوقهم من التحت في نفس الوقت فكتحاولوا تعمرهم طولتين بهذا الشكل هذا يعني كيكونوا يقربوا يعمروا إلا كنتو غادي تطيبوهم غير من جهة وحدة يعني انتكم فران كيشان غير من جهة وحدة فحاولوا ما تعمرهمش بزاف للنسب استقط باش ما يفيدو لكمش مع الجواني فانتمنى تكون فكرة واضحة هنا بعد ما عمرتهم غادي ندخلهم فران مية وثمانين درجة الفوق والتحتنا عندي هنا ينديرهم غير فران ديالجاز الفوق والتحت تقريبا كياخدوا لكم المكسيموم يعني أعلى أكثر حاجة هي خمستاش دقيقة يعني ما بين 12 خمستاش دقيقة كحدين أقصى غادي ندخلهم فران وهنا غادي ندوز باش ننوجد معكم الغداء فالمادلين فانا حضرتهم أول حاجة وقدرت الخضرات ديالش لدكات سلق سوف نحضر معكم الطواجين لما يخش وقت في الطيام ولا حتى في التحضير ضغية ضغية كيوجد فهنا هنا نطاجين وفي القاعدة قطعت واحد الحبة ديال البصلة كيف كتشوفو وهنا مع الجوانب كندير الخضرات فكندير طرنش هكا دائرة ديال البطاطة دائرة ديال ماطيشة كندير دائرة ديال البطاطة دائرة ديال القرعة دائرة ديال الكفتة بالنسبة للكفتة كيف ما بتليكم عشرات دراهم غادي تكون كافية مش أنكم تعمروها الطواجين ديالكم طواجين ديال الخضرات طواجين ديال الخضرات طواجين ديال الخضرات صراحة راك يجيبنين وخا يعني تديرو فيه الدكشي ما تديروش فيه يعني حتى اللوحن بصيفة نهائية غير هكا كيجيبنين وعنا إذا كانت عندكم شي حاجة بقيتو تزيدوها فكيبقى ملا أحسن كيف ما كتلكم باش كتزيدكم هكا بنا فهنا كيف لحتوا معينة كترت البطاطة كتكندير دائرة ديال البطاطة مع دائرة يعني كان بدل ما بين اما بالقرعة اما بالكفتة وصافي والدكشي اللي كيبقى ليه في الوسط حتى هو كان بقى بنفس الطريقة يعني الطواجين اللي بسيط ولكن صراحة كيجي لديد بزاف غير جربوها أنا أكيد غد يعجبكم بالنسبة للكفيتة اللي بقات فأختي ساقي بحلكة ودرت منها سوي بعتبال الشكل هذا سوف ندوز باش نحضر الصلصة بالنسبة له السوس اللي غدين ندير فأخد شوية سوس ديال المطيشة إلا عندكم هكا منزلية ولا عندكم غير ويضح اخفوها بالماء ثم ندود شوية ملعقة منزلية فأخميرة وضع ريزة المارقة لديكم كبير تطلقوا ريزة الملعقة ويمكن انتم لقيها كبير مبغير تقريبا مركز الطماطم ولمتزلية ثلاثة مركزة التماطم وتزالية زيت ملبق وخلطه مبين زيت نباتية و زيت زيتون تغطيه عليه و تديره على نار مهيلة من الأول دياله و تديره على نار مهيلة لا تديروش نار مرتفعه من الأول تحطوه على نار مهيلة لأنه لم يكن بلوش نزيده في كمية ديال المالية كثيرة باش يجيكم نتواجين لهوا عاقد و الخضرة كاملة تطلق البنة دياله أما بالنسبة لشلاغة كيفما كنت لكم أنا درت الخضرة ديالي كتسلق مسبقا درت هنا في الوسط واحد شوية ديال باربة وزيت هنا في الجواني بطاطة وخيز زوكا دايك اللي عندي مقطعين وفي الطرف قاعف مرة درت هنا شوية ديال الخيار مطيشة والبصلاء والخص اللي عندي مقطعين و تشيكون له متبل بالملحة البزار الخل و زيت نباتية يعني سوس فينيك عادية جدا سلطة اللي هي بسيطة ولكن كتجيزوينة بزر تاكلوها غير هكا و لديدوا معها سوسة ديال المايونيز كيبقى لكم اختيها أما بالنسبة لعاصر فعندي هنا واحدة تشكيلة لدي هنا واحدة الحبة ديال البربا خليتها برسا هكا و عندي حبة واحدة ديال البانان عندي هنا الفريز في المجمد الفريز بطبيعة الحال أنا دائما كيكون عندي في المجمد العام كامل هو والخخ يعني هدوب جوج ديال الفواكه اللي ما كيخطونيش من المجمد العام كامل الخوخ والفريز صب هنا عندي كدلك واحد جوج خوخات الخوخ يالله مازال بدأ يدخل دائرة تقريبا تمنيا ديال الدراهم الكيلو وخمزة ما حلوش بزافه ولكن كي نكيها او لعزل او لحليب مركز محلو اللي بغيتو و ال сделать عندي كيبط rubbish كيبقي الحليب الحليب كيبقى الحسب الخطوريه الي كاتبغين انتم استحنو العسري ديركن صراحة لضافة ديال البربا فالبني ديال العسائر الي كيكونوا بالحليب كيخلي العسري د spacing يأكل لهم ديالو هكا بايipt كيبقي يبقى يبند بحليال they yeullah احدو العسر ديالكم بطبيعة الحال زائد للافاذ الايفادة فضافي العاصر كيف مكتلكم انتو ما كنت تحكموا في خطورية ديالو كتضيفوا الحليب لحسب الخطورية اللي بغيتو والحلاوة كذلك اللي بغيتو وعاصر اللي كيجيمون عيسو كيجيب بنين وإن شاء الله حتنتو ما تجربوه وينالإعجاب ديالكم فهنايا بالنسبة للمطلين ديالي كيف مكتلكم هو رمك ياخدش وقت لي وضوي في الطيب 12-15 دقيقة كحدين اقصى كيكون واجدين انا هنا شوفوا معايا اخدوا لي هاد الوين هذا محمر كيف ممل تحت كيف ممل فوق جاو واحد الوين اللي فيهم هكا زوين وشوفوا معايا انا هنا اشعلت ليه من الفوق غير واحد شوية غير كيف مكتلكم بلعجينا باش ما تفيتش لي مع الجوانب ومن بعد طفيته وخليته وكمل غير هكا الطياب ملتحت جافي واحد الوين اللي رائع وكيجي هاد الماضلين هادا ولا هاد الكبكي كيجيو خفافين وشاشين انا كنديرهم هكا ميني كيك ولا كبكيك ولا حتى يعني كيك بحجم عائلي وكيجي واحد الماضاق اللي يوزوين بززاف اكيدا سيجربوهم ويعجبوكم طويجين دينا هنا ينبعد ما كيطيب يعني كتقيسو الخضيره دي لكم كتلقاوه طيبط راهبططة القرعه ما كياخدوش عفون وقت ليه وفط طياب كتير حتى الكبتة سافي غير كتقيسو هكا طيبة وكتختار لكم مريقة كتطفيو لها وكتقدموها هذا كشي عشكت لكم انا يعني نفضل عني نوجد هكا مثلا شي حاجه ليه في الاول اما هاد طويجين راه مكيي اخوش لفط حضير ديال ولا فطياب دياله بالمجمل يعني لين وقت كامل غدي ياخد لكم هاد طويجين هادا نسب ساعة كيكون واجد شي حاجه ليسهلة وسريعة بزاف خفيفة يعني طبق هكا صيفي توجدو سواء هكا فضر حتى في الخارجتي لكنتو خارجين رايشي حاجه ليزوينة بزاف وكيبماك لكم ضغياء كتوجد ما كتاخرش وقت كتير لفط حضير ولا فطياب سلطة كذلك صيفية عاصر كذلك يعني بالفواكه الموسمية والماضلين او للكب كيك اللي كيبغيوا الويدات بزاف بزاف في ان شاء الله الاقتراحة دياليو منو الاعجاب ديالكم ونكون لبيت طلب ديالكم كيبدي ما بتنسبنيش من لايكاتكم للتشجيل لانا اللايكات ومالك يخليوا الفيديو وصل اكبر عدد ديال الناس كذلك نعجبكم شاركوكم على الاصدقاء وبمواقع التواصل الانشماعي باش تعمل فائدة للجميع كنشكركم دائما لحسن المتابعة ديالكم والوفاء ديالكم فضغط انكم وصلت نهاية وصفة اليوم مع وصفة اخرى ان شاء الله مع السلامة